السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير جاب لكم بقى اكلة الشدة المفضلة وهي العتس بس انه النهاردة اعملوا عتس بالشعرية معي هنا مكونات زي ما انتوا شايفين كده عتس وشعرية ومعي طماطم وطوم وبصل زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة اعملها ان انا هفرم البصل وهفرم الطماطم وقرنفلفل والتوابل هنا معي كزبرة وكمون وملح وشطة ومعي برضو عالجنب التاني هنا مكعب ماجي لو مش حابة طفل ما فيش اي مجاكل وعندك شربة بديل ليها عادي وورق لوري حبهان يعني توبل الشربة ومعي بوصولويا ومعي ايه فصلنتم اعمل معي بقى اول حاجة اللي انا حطها العدس بقلب بشوية مية كده تبدأ اللي هي تفور معي بروح اطلعها التوابل اللي انا ورتها لكم واسبع بقى ايه تستوه مع العدس بالشكل دوك هنا بديها تقليبة بسيطة لو حابين ان انتوا تضيف شربة بدل المكعب الماجي لو عندك يعني شربة لحمة او شربة فراخ او شربة بط او وز بيديها برضو طعم مميز بيبقى اجمل من كده هنا بضيف هنا بقى بفرم معكو هنا الطماطم والبصل والفلفل بالشكل دوك مع البصلوية او ممكن ان انت تحطيهم يستلقوا بعد كده اروح افرموهم بس انا هنا ايه فضلت ان انا فرموهم الاول بعد كده بروح اضيفهم يعني مع العدس واسبهم مع العدس يستوه ومعايا بقى على الجنب التاني هنا دي بقى دهنة مش سمنة ومع لقتين من الزيت ومعايا هنا الشعرية والطوم والبصل مكعبات وابدأ ان انا حمر معاكو الشعرية بضيف الشعرية الاول طبعا انا بعمل العدس هنا بالدهنة مش بالسمنة بيبقى دهنة وبضيف له ايه حاجة بسطة من الزيت لان الدهنة بيضعها طعم مميز برضو بعد مبادئة الشعرية تتحمل معايا بضيفت لها البصلوية اللي هي المكعبات او الشكل دوك وابدأ بقى لنا ايه اقلبها ببعضها لحد ما تديني التحمير ان انا محتاجها هنا بدأت دخش بقى لتحمير بالشكل دوك يعني لنا اغمق شوية فبضيف لها التوم في اخر يعني تقلبتين لانه التوم ما بياخدش وقت طبعا لوحة مش عارفين تعملوا الطريقة دي ممكن انتو تحملوا الشعرية لوحديها والبصل بالتوم لوحده يعني على فترتين بس انا بفضل ان انا اعملهم كلتم مرة واحدة طبعا العدسة بشعرية مالوش دعو بالعدس اللي هو شربة العدس او العدس اللي هو الغموس ده حاجة وده حاجة او العدس اللي هو بندمس كل حاجة وليها ايه طريقة خاصة بيه هناك اتخلاص الشعرية جاهزة معايا ومتحمرة بالشكل دوك ببدأ بقى ايه ان انا هضيفها للعدس معايا هجازة بقى اضيفها بقى للعدس يكون العدس معايا بقى اتهارة او اللي هو ايه استوى معايا لو وصلتي بقى لحد كده بالفيديو ولسه مدسلش لايك فضلا وليس امرا يدعميني بالاشتراك واللايك وتعليق جامل منكم كده تشجيعا عشان يوصل لكل جديد ويا رب يكون الفيديو عجبكو او طريقة العدس تحت عجبكو ولو غربتها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكو هنا بالطريقة ديك معايا ببدأ بقى ننزل الحروف منها على الحلة لان هي بتتركها على الحلة بالشكل دوك ببدأ بقى اللي انا قلب المقالة كلها بقى لبعضها وحيق بقى العدس ساشوف اذا كان محتاج ملح او لا او بعدين بعد ما يستوي ويبقى جاهز عالتقديم بس بقى هنا بقى يستوي برحته وغط على النار وخلي بقى كل ما يتقل كل ما هتزاوديه لو عندك شربة هتزاوديه بشربة لو عندك ما عندكش ممكن تضيفي مع كعب ميكي بيدلو طعمه برضو احسن ابقى معايا بالشكل دوك دخل على سوة وهعمل بقى اول حدا معاكم ان انا ايه جدت بقى صلوية بالشكل دوك حمره اللي هي بتبقى مسكرة او خرطة وحتضفت لها خل ومعايا هنا شايتين نشفين بكسرهم وابدأ باقينا نحضر فتة العدس او تسقية العدس هنا زمانتوا شايفين كده بدأ انه يتقل معايا فبزاوديه معايا هنا لب شربة لب ميكي ما كانش ما عندي شربة فضفت له هنا كوباية ميكي اخفه ببس عشان ايه ما بقى اشتئين معايا وكل ما بيقعد ويبرد كل ما يتقل معايا بابدأ بقى ايه ان انا بعد ما يخد له غلوة ان انا هحطه على العش اللي عندي ويبقى كده جاهز معايا الطبق ويرب بيكون عجبكم وبقى معايا ما هوك ما شاء الله بابدأ بقى ان انا قلب من تحت الفوق كده كده بقى جاهز معايا بالشكل اللي انتوا شايفين دوك واجمل اكلة بتاكلها بالشتة بتدفي ويرب بيكون عجبكم واتنسوش بالاشتراك والتفاعل والجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة